اشتركوا في القناة سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لجلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيته لهما بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار وأشاد معيه بلقاء جلالة الملك المعظم أعضاء مجلس الرؤساء خلال زيارتهم لمملكة البحرين في شهر مارس الماضي للمشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية السابقين وما لقيه من حفاوة وكرم الضيافة متمنيا لمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار وقد رحب سعادة وزير الخارجية بمعالي الدكتور هان سونغ سو والوفد المرافق مشيدا بالجهود المخلصة التي يقوم بها المجلس لتعزيز دور الأمم المتحدة على الساحة الدولية ونوها سعادة وزير الخارجية بالقيم السامية التي تتضمنها أهداف المنظمة الدولية لتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والعمل على تحقيق التنمية المستدامة لما فيه الخير والنفع لشعوب العالم متمنيا للمجلس دوام التوفيق والسداد شعوب العالم للحفاظ ترجمة نانسي قنقر